شرف لي أن أكون معكم الموضوع هو النعمة والاضطراب وأعتقد أنها فكرة مهمة لنا جميعاً أن نتمسك بها في خضم كل هذا الارتباك إيماننا مبني على نعمة الله وهي عطية مجانية ولكن بتلقي تلك الهدية يصبح الأمر مزعجاً سوف يغير يسوع أنماطنا وعادتنا ويعيد تنظيم العلاقات ويمنحنا طريقاً مختلفاً في العالم نحن مميزون في عالمنا ليس بسبب ملابسنا أو مشروباتنا أو حتى مفرداتنا ولكن ما يعنيه أن يكون يسوع سيداً على حياتنا؟ أحضر كتابك ومفكرتك والأهم افتح قلبك عنوان رسالتنا هو النعمة والاضطراب لن يكون لدينا صلاة واحدة سنصل معاً أكثر من مرة الصلاة هي دعوة لله إلى وسط حياتنا ولا أتصور مواجهة الظروف التي نواجهها في نهاية الأسبوع دون رغبة في دعوة الله إلى وسط حياتنا وظروفنا أرسل الله ابنه المولود في ذلك المحيط الضعيف في مذود بيت لحم وعندما أصبح شاباً صلبناه الموت لم يهزمه والقيامة تعني أن الحياة أقوى من الموت والخير قد انتصر على الشر وأن خالق السماء والأرض لم يتخلى عنا في كسرنا ولكنه تدخل نيابة عنا لتغيير مصائرنا في الزمن وللأبد أريد أن أبدأ من متى ثمانية وعشرين وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظراء القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه هناك ملائكة أتعلم أننا مقيدون بجسدنا الأرضي؟ لديك الحواس الخمسة التي تحدد المعلومات والتي نستطيع من خلالها أن نفسر واقعنا الذي نعيشه نستطيع الرؤية والتذوق واللمس والشم لكنها محدودة لا نرى كل طيف الضوء ولا نسمع كل شيء في الطيف الصوتي حواسنا محدودة وأؤكد لك أن العالم الروحي حقيقي تماما مثل العالم المادي الذي نعيش فيه لا نملك الأدوات اللازمة للوعي به والدعوة التي يوجهها الكتاب هو إلى هذا الوعي أننا لا نعيش حياتنا ببعد واحد فقط من خلال حواسنا بل نعيش بقلوب موجهة نحو الله القدير خالقي هذا العالم وخالقي كل ما فيه الملائكة كما يقول الكتاب أرواح مرسلة من أجلنا نحن هل لك ملاك معين؟ فكر فيما يعرفه الملائكة لا تقلق بشأن الآخرين سأكمل الآية الثالثة وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات حراس أذكياء أتتخيل حراسا رومان يمثلون؟ الملاك يستطيع فعلها فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أنتم فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال هلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه ها أنا قد قلت لكما فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرات لاميذة هذا ليس ما كنت أتوقعه نهضت النساء وذهبن باكرا إلى القبر قبل ذهاب الآخرين ووصلوا إلى هناك وأرسل الله إليهم رسولا وهو ملاك ليشرح لهم ما حدث إنه الوصف الذي قدمه لنا متى عن كيفية خروج النساء في الآية الثامنة فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرات لاميذه أخبرهم ملاك بأروع الأخبار يسوع ليس هنا إنه حي اذهبا وأخبرا أصدقائه إنه حي فقد وكلهن الله برسالة ملائكية عن أفضل خبر سيأتي لإنسان على الإطلاق وانصر فتاة عن اللقاء ممتلئتين فرحا وأيضا خوفا أتستوعب ذلك؟ أعتقد أننا تخيلنا أنه لو كنا نتعاون مع الله ونستمع إليه وربما حتى نتلقى رسالة منه حتى لو كانت أخبارا جيدة عما سيفعله فإننا نترك في حالة من عدم اليقين فالمستقبل غير واضح ومعتم وغامض ويتجاوز توقعاتنا وخيالنا ولا يمكن تفسيره ولا نعرف كيف نتصرف نحن سعداء بأن الله يتحرك ودعانا إلى القصة وفتح لنا الستار لكي نفهم كلنا ومع ذلك هناك قلق كبير أخبركم بذلك لأنه السيناريو مختلف ولكن هناك بعض الأشياء المبهجة تحدث في عالمنا فروح الله يتحرك بطرق غير مسبوقة وهناك المئات يجلسون ويحتفلون هذا ليس طبيعيا وأنا ممتن لا يقيدنا شيء بعد الآن ولقد وجدنا طريقة جديدة لمواجهة الحياة ندرك أنه على الرغم من تحرك الله بطرق رائعة بأشكال قوية لسلطانه على الأرض بيننا لا نزال غير قادرين على رؤية ما أمامنا بوضوح ونفضل ألا ننظر القبر ليس مكانا سعيدا عادة حراس رومنيون يحرسون جسد صديقك وهذا ليس مألوفا وليس احتفالا هم ممتلئون بالفرح ولكن هناك بعض الشك في حياتنا ولدينا بعض الفرح بما يفعله الله لكن هناك شك لنجدد تركيزنا على الرب بطريقة جديدة لوضعه في منظور مختلف وإعادة توجيه أنفسنا على نحو صحيح في هذا العيد في رسالة بطرس الأولى مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم لو تعرفون كيف تخبرون الناس أين يضعون ثرواتهم لكي لا تفسد أو تضمحل أو تفنى يمكنكم تحديد الثمن نعيش في عالم مليء بالشك والذين يظنون أنهم على يقين لا يعرفون أحب هذا الوعد وهذا بطرس اختاره يسوع عندما كان شابا ربما في سن المراهقة كان صيادا على بحيرة عذبة في شمال إسرائيل تعرفونها ببحر الجليل لكنها ليست بحرا بل بحيرة وقام هذا المعلم بتكليف بطرس فقالت بعني فأجعلك صيادا للناس فأجاب بطرس نعم لكنه تردد كان لدى بطرس مرض أعاني أنا منه أحيانا كان فمه ينطلق قبل دماغه بثوان قليل كده يغرق في البحيرة بسبب ذلك يا رب أريد أن أمشي على الماء أيضا عندما جاءوا للقبض على يسوع كان بطرس يقاتل لأجله أخرج سيفه ليقطع رأس أحدهم فضرب أذنه هذا لا يخيف خصومك أبدا ويسوع قال له ضع سيفك بعيدا إذا كنا بحاجة لملائكة فإننا ندعوهم فقط إجلس نفد الوقت لكن هذا ليس ذلك الشاب تمت كتابة هذه الرسالة قرب نهاية حياة بطرس ولديه خبرة وهو يصف الرحلة والوقود التي قضاها سفيرا ومدافعا عن يسوع كتعبير عن الرحمة العظيمة التي أعطته ولادة جديدة في أمل حي لهذا نحن هنا قصة وعيد القيامة ليست عن التاريخ زرت بستان القبر وكنيسة القيامة عشرات المرات القبور فارغة في كليهما أخبار جيدة ولكن الأخبار الأفضل هي أن القيامة تعني أننا نحظى بولادة جديدة بأنفسنا ليست ولادة جسدية بل ولادة روحية وفي تلك الولادة الجديدة هناك رجاء حي لأن الشخص الذي يؤمن مستقبلنا الشخص الذي يشرف على مراثنا الذي لن يهلك أو يفسد أو يتلاشى هو حي انتصر على الموت عندما رأى يسوع يحنى أفضل صديق له في جزيرة باطموس كان رجلا عجوزا رحل يسوع منذ عقود وعندما تحدث إلى يحنى قال أنا هو الحي كنت على قيد الحياة وكنت ميتا وسأعيش للأبد يا يحنى لدي مفاتيح الموت والجحيم لم ينتصر يسوع على الموت فقط أخذ المفاتيح لم يحذفه من رحلتنا بل هو أزال لدغته كورينتوس الثانية الإصحاح الخامس إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ما معنى أن تكون في المسيح؟ أيعني أن تكون في الكنيسة؟ أيعني أن تكون في كلمة الله إذا قرأت الكتاب فهل أنت في المسيح؟ إذا كنت في خدمة العبادة فأنت في المسيح؟ لا أعتقد في الواقع لا أعتقد أن لافتة المبنى تعني شيئا أو أن مكان وجودك في نهاية الأسبوع مهم بقدر حالة قلبك إذا تغيبت عن الكنيسة فرجع لكنها تبدأ من قلبك نحتاج لبعضنا لننمو ونكتمل لنكتسب القوة التي خلقنا الله لامتلاكها وقبول الأماكن التي يدعونا الله لشغلها لكن لابد أن توصف حياتنا بأنها في المسيح لكننا لوقت طويل جدا قمنا بتعريف أنفسنا بطرق أخرى أولا أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطة تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلقوا ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتبي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين لا أريدكم أن تجتمعوا ليد القيامة دون أن تسمعوا هذا مرة واحدة وأن تفهموه ما يحدد مستقبلنا وما يحدد أبديتنا ليس فقط الجلوس في الكنيسة ليس مفرداتكم أو قائمة مشروباتكم أو ملابسكم كل هذه الأشياء ستتأثر عندما يتغير قلبكم بالولادة من جديد وبكونكم في المسيح إنه إعلان الإيمان يقول الكتاب إننا نؤمن في قلوبنا ونعترف بلساننا أن يسوع هو الرب وحينها نخلص ويحدث ميلاد وهو أعظم موجزة ستمس حياة الإنسان على الإطلاق يتغير مصيرك الأبدي وتتغير السلطة على حياتك بعيدا عن المسيح وعن الميلاد الجديد تكون حياتك تحت سلطة الشر قد تتخيل أنه بقوة شخصياتك واجتهادك أنت وانتباهك لمن يراقبك يمكنك أن تتعامل معه لكننا تحت سلطة الشر بعيدا عن شخص يسوع الناصري له المجد إنها بشرى الإنجيل السارة إذا كنت تريد أن تسألني ما هو الشيء الأكثر أهمية لتحويل اتجاه ثقافتنا فهو إنجيل يسوع المسيح ليس فقط إنجيل تسوية وليس إنجيلا مخففا ولا يتمحور حول التسامح فيسوع لا يتسامح مع الخطية آمين هي الكلمة التي تبحث عنها لا بأس ليس عليك أن تخاف إذا قلت آمين فلن أعظ طويلا أفضل العبادة مع المرنمين أريد أن أعطيك فرصة سأدعوك لصلاة صغيرة معي سوف نعلن إيماننا بيسوع الناصري بصفته الرب المسيح والملك ربما تكون فعلت أو عندما كنت طفلا أو فعلته طوال حياتك لا يعني أنك تقصده مكثت في الكنيسة لسنوات ولم أكن مسيحيا ذهبت عائلتي للكنيسة وكنا ضائعين ربما عادة تعرف إلى أين تتاجه ونحن لا كنا تائهين وأخبرنا صديق بإمكانية أن تولد ثانية وأن يسوع يمكن أن يكون سيدا على حياتك وأحدث هذا تغييرا جذريا في حياتنا أريد أن أدعوك لذلك نحن لا نأتي إلى الصليب لأننا جيدون أو كاملون أو لأن ماضينا رائع نأتي لأننا مكسرون ونحتاج مساعدة إذا لم تصلي تلك الصلاة من قبل سأدعوك لها ولو صليتها مئة مرة فلن تضرك إن زت سأطلب منك أن تصلي معي أريدك أن تغمض عينيك وتنسى من حولك هذه ليست دعوة لكي تأتي للأمام صلوا معي بهذا أيها القدير أنا خاطئ وأحتاج لمخلص أؤمن أن يسوع هو ابنك وأنه مات على الصليب لأجل خطيتي وأنك أقمته للحياة ثانية لكي أخلص اغفر لي خطاياي وأنا أغفر لكل من أخطأ في حقي يسوع كن رب حياتي ما أنا عليه وكل ما أملك وكل ما سأكون أشكرك الآن لأنني أنتمي إلى عائلة الله أفضل عائلة في الكون باسم يسوع آمين هاللويا لكن القصة لا تتوقف هنا إيمانك لا ينتهي عند ولادة جديدة كما أن الحياة لا تبدأ وتنتهي أبداً في مشفى الولادة فقط إنها نقطة بداية وقد أساءت الكنيسة فهم ذلك نحن نذكر أعياد ميلادنا لكننا لا نحب الحديث عن نمونا وعن اكتمالنا وبقدر ما أشعر بالامتنان لكل شخص يضع إيمانه في يسوع فأنا أكثر امتناناً لكل شخص مصمم على النمو في الإيمان رمياء الإصحح الثامن الآية الأولى هذا بيان مذهل إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت إذا كان كل واحد مننا صادقاً إلى حد ما فسيكون لدينا أسباب للإدانة إذن ما هي تلك الرسالة؟ لا دينونة لمن في كنيسة وورلد أوتريتش؟ لا سيما لا دينونة إن جلست في المطر في الكنيسة كلا هذا تفسيرنا نحن ولكن ما يقوله النص فعلاً لا دينونة لمن في المسيح يسوع قصة يسوع تتحدث عن قوة وسلطة لنوع جديد من الحياة وإن كنت في المسيح يسوع فلا دينونة عليك لكن ها هي المفاجأة لا يمكنك أن تكون في المسيح وتعيش بنفس طريقة الذين هم ليسوا فيه الأمر ليس أن نستحق خلاصنا لكن لا يمكن أن ننطلق العطية ثم نعيش كما لو أننا لم نتلقاها ليكون المرء في المسيح خالياً من الإدانة يجب أن يكون لديه نية لإكرامه أن نفعل ذلك بشكل كامل؟ أبداً أن نفعل ذلك بلعيب مستحيل علينا أن نساعد بعضنا ونشجع بعضنا ونذكر بعضنا وأحياناً نحذر بعضنا بدأت أتسلق هذا المنحدر الليلة وقال أحدهم عندما رآني لا أريد أن تسلك هذا المنحدر إنه زلق وخطر وقفت هناك لدقيقة وتقدم آخر وقال القس هناك سلالم على الجانب الآخر أخيراً جاء رجل آخر وقال أيها القس لم نسمع الاثنين الآخرين هناك الكثير من الحطام والماء لا أريدك أن تسقط فقلت يا رب لدي فكرة أنا سأخذ السلالم نحتاج للمساعدة من بعضنا إذا رأيت أخاً أو أختاً يكافح ويتخذ قرارات غير لائقة ويكتسب زخماً نحو شيء يجعله ينزلق استخدم صوتك قد يتجاهلونك كما فعلوا معي بالأمس لكن حتى رأس الغبي أدرك عند الرسول الثالث أنه ربما يجب أن أنتبه لا دينونة في المسيح عليك أن تختار الحياة الجديدة كل واحد مننا يجب أن يختارها يوماً بعد يوم أسبوعاً بعد أسبوع وإلا سنعود إلى الحياة القديمة بعضكم يعرفوا هذا واتخذتم قرارات لتعيشوا حياة صحية هذا ليس قراراً لمرة واحدة بل يتخذ كل مرة آني نظرياً يحن ثمانية هذه قصة رائعة وقدم إليه الكتبة والفرسيون امرأة أمسكت في زنا ولما أقاموها في الوسط إنني متأكد أن هذا ليس عمل شخصاً واحد لقد أتوا بالمرأة وقالوا ليسوع هذه المرأة تزني ثم بدأوا يخبرون يسوع بالعقاب الذي ينص عليه الناموس لم يهتموا بالمرأة لم يكن لديهم أي رحمة أو شفقة ولم يكن لديهم أي اهتمام بها إلا كوسيلة للضغط السياسي على يسوع أيمكنك تخيل الجرأة في تحدي يسوع؟ أيمكنك تخيل دعوة يسوع إلى مناظرة؟ أقول لك ذلك لأننا أحياناً نميل إلى أن نكون خجولين يقول أحدهم أتؤمن أن الله خلق السماوات والأرض؟ أؤمن أنا أفعل ماذا تعتقد؟ شيء جاء من لا شيء؟ الرب يبركك لم يهتموا بالمرأة بل جاءوا ليقعوا يسوع في الفخ ولعب يسوع في التراب للحظة وكتب بعض الأشياء وطلب إجابة فوقف وقال سأخبرك بماذا؟ فمن منكم بلا خطية فليرمها بالحجر أولاً ثم انحنى يسوع لأسفل فتفرق الجمهور حتى انصرفوا جميعاً من الكبير إلى الصغير ألفت انتباهكم إلى ما قاله للمرأة كان يسحرني وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحداً سوى المرأة قال لها يمرأة أين هم أولئك؟ المشتكون عليك أما دانك أحد فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك من هنا أتى بولوس بفكرة روميا الإصحاح الثامن لا شيئ من الدينونة الآن لمن هم في المسيح يسوع؟ قال أنا لا أدينك غالباً ما تضع الكنيسة نقطة وتغلق الكتاب لا إدانا إذا كنت في المسيح لا يمكنك الحصول على الجزء الأول بدون الجزء الثاني لا توجد نامة رخيصة والحياة الجديدة تتطلب أن نترك السلوكيات القديمة وراءنا إذا ما زلت بالسلوكيات القديمة وكنت أترك وراء القليل من الكبرياء هيا تسلق هذا المنحدر الآن إذا لم أمشي هناك فإن أنفي سينزف سيكون من الصعب أن أشرح أنني تجهلت يمكننا أن نضحك لأننا فعلنا ذلك بطرق أكثر أهمية وبكثير من البساطة اذهب الآن واترك حياة الخطيئة إنها الصلاة الثانية التي أريد دعوتكم إليها إذا أتيت لخدمة عيد القيامة أريد أن أشيد بك على الجهد الذي يتطلبه ذلك في اليوم المهم الذي يمثل عطلة عيد القيامة بالنسبة لنا ولكن أريد أن أطلب منك فعل شيء آخر أريدك أن تتخذ قراراً بأن تقول القصد في قلبه والتوقف عن التسامح مع الفجور لن أعذره في حياتي بعد الآن ولدينا كل أنواع العبارات هذا هو حال شعبي إذا كنت تعرف ما مررت به فهذه آلية تعاملي سأخبرك عن الوقت الذي ولدت فيه من جديد ممتن إنني أعطي صحة لكل هذه التصريحات ليس هناك عذر يمكن أن تقدمه لله ويجعله يقف معك في فجورك الوصفة الكتابية هي التوبة والتوبة لها معنيان تغيير الفكر وتغيير الاتجاه لذا هناك خيار داخلي سوف أتغير واعتقدت أن هذا أمر جيد وكنت أعذره وكنت أبرره وأعطيته كل أنواع الأذنات وسأغير نمط التفكير وسأغير أيضاً سلوكي الجسدي يعني بعض الأصدقاء الجدد يعني بعض العادات الجديدة يعني بعض الطرق الجديدة لإعادة الإنشاء لكني سأترك ذلك خلفي كأن نعيد القيام بمثابة خط في الرمال سأختار حرية الله إذا كنت ستصلي معي الآن أغمض عينيك دقيقة ودعنا ننسى من حولنا هيا ارفع صوتك إذا كنت بالخارج وإذا كنت في الداخل فلا تفعل هذا حسناً لا تخف جارك حسناً أبانا السماوي أشكرك لأنني من خلال دم يسوع قد تخلصت من قبضة الشيطان وبدم يسوع غفرت لي خطاياي وآتي إليك اليوم لأنني من خلال موت يسوع قد تبررت وتقدست وصرت مقدساً ومخصصاً لله وأعبدك الليلة من أجل نعمتك باسم يسوع آمين هاللويا شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألن جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى واتساة وفايبر plus 1-404-851-4921 والرب يباركك